لا تكاد تجد أزمة في العراق إلا ولإيران اليد الطولة فيها جفاف نهر دجلة إحدى أكبر الكوارث التي يعيشها العراق اليوم ما كنا لنراها لولا إجراءات الحرب المائية الإيرانية تجاه العراق منذ عقود حيث قطعت إيران عشرات الأنهر والروافد التي كانت تصب في نهر دجلة فعلى سبيل المثال للحصر نهر الوند أحد أهم الروافد المائية لنهر دجلة ينبع من الأراضي الإيرانية ويدخل العراق جنوب شرقي مدينة خانقين بدأ الاستغلال الإيراني للنهر منتصف القرن الماضي بشق قناة دون موافقة العراق من عكس سلبا على المساحات الزراعية الكبيرة في قضاء خانقين وتأمين مياه الشرب للسكان السليمانية وكركوك نهر الزاب الصغير ينبع من شمال غربي إيران ويصب في نهر دجلة شمال مدينة بيجي قطعت إيران مياه النهر مطلع حزيران من عام 2018 ما تسبب بأزمة كبيرة في مياه الشرب بمحافظة التأميم نهر كارون ينبع من مرتفعات باختيار الإيرانية وتصب بعض روافده في الأراضي العراقية وشط العرب سيطرت إيران على النهر منذ عام 1962 بذريعة أعمال الري وتوليد الطاقة الكهرمائية إلا أنها بعد ذلك عرضت بيع مياه النهر على بعض دول الخليج العربي نهر دواريج ينبع من المرتفعات الإيرانية ويدخل الحدود العراقية قرب مغفر الفك العراقي قامت إيران عام 1966 بإنشاء سد ترابي الأمر الذي تسبب بقطع المياه التي تجري إلى الأراضي العراقية نهر كرخة ينبع من المرتفعات الإيرانية ويصب في هور الحوازة بين محافظتي ميسان والبصراء أقامت إيران عام 1961 مجموعة من السدود رغم اعتراض العراق فأضحت أهوار الجنوب العراقي جافة نهر كنجانجم ينبع من مرتفعات بشتكوى الإيرانية ويجري باتجاه الجنوب الغربي نحو الأراضي العراقية شرعت إيران عام 1932 بشق قناة من النهر وإنشاء سد ترابي في منتصفه واستغلال كامل مياهه ما أدى بعد عقود إلى جفاف النهر بالكامل وهجرة قسم من سكان ناحية الزرباطية وتدهور الأراضي الزراعية نهر وادي كنكير ينبع من الأراضي الإيرانية ويمر عند الحدود العراقية قرب قضاء مندلي قامت إيران باستغلال مياه النهر وعلى مراحل وبشكل تعسفي ما أدى إلى انخفاض جرايانه تجاه الأراضي العراقية بالإضافة إلى ارتفاع نسب التلوث المائي نهر هركينة يعد النهر وروافده الخط الحدودي الفاصل بين بنوا وهركينة العراقية وبايوا وبشماغ الإيرانية قامت إيران بشق عدة قنوات على النهر لسحب مياهه نحو أراضيها ما أدى إلى نقص المياه الواردة نحو الأراضي العراقية نهر زرين جوي الكبير يروي الأراضي الواقعة على جانبي حدود البلدين لمسافة ألفي متر أقامت إيران ثلاثة سدود على النهر فانقطعت المياه الواردة نحو الحدود العراقية بسبب التعسف في استخدام مياه النهر من قبل السلطات الإيرانية ترجمة نانسي قنقر